اقرأ باسم ربك الذي خلق اللغة العربية شرفت أن تكون لغة القرآن الكريم وشرفت أرض الحرمين الشريفين أن جعل الله فيها قبلة عباده المسلمين وبعث فيها خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل على أرضها كتابه الكريم فكان حب العربية والعناية بها مسؤولية دينية قبل أن يكون واجبا وطنية وضمن اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله بخدمة اللغات العربية الفصحة إقليميا وعالميا ونشرها وتمكينها يعد مجمع الملك سلمان العالمي للغات العربية إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية لوزارة الثقافة وحراكها المنير ويهدف إلى أن يصبح مرجعية عالمية من خلال نشر اللغات العربية وحمايتها ودعم أبحاثها وكتبها المتخصصة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية يعمل وفق أربع قطاعات كلها تصب في خدمة رؤية سعودية 2030 ومستقبل هذه البلاد الطيبة ومن عمق المجمع الاستراتيجي يتضح لنا تجسير الفجوة بين الثقافات المختلفة ومحاولة التواصل الحضاري وإصال رسالتنا الدينية والثقافية والاجتماعية بما تتضمنه من معاني سامية نحن نسعى في القطاع أن يكون المجمع على غرار الجهات والمؤسسات اللغوية العالمية كالمجلس الثقافي بريطاني وجمعية الثقافة الفرنسية ومركز كوتا الألماني ومركز كونفوشيس الصيني بحيث يكون المجمع مركزا وجهة لغوية تسعى إلى نشر اللغة المملكة قدمت جهودا ضخمة في خدمة اللغة العربية عبر تاريخها داخليا وخارجيا ففي الداخل أنشأت ستة معاهد حكومية منتشرة في مناطق المملكة وجامعاتها لتعليم العربية لغير الناطقين بها ما هي التحديات التي تواجهها اللغة العربية وما هو مستقبل هذه اللغة وما هي العوامل التي قد تكون مؤثرة على مسيرة تطور العربية كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عليها الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغات العربية في حلقة العلن الليلة لبرنامج في العلن عبدالإله آل الدليم الرياض اشتركوا في القناة